اشتركوا في القناة هنقسم طبعا الدرس على فيديوهين هناخد النهاردة الجزء الاول والمرة الجاية هناخد الجزء التاني من اسم الدرس النجوم والكواكب يعني هنتعرف على مفهوم النجوم والكواكب ونعرف ايه الاجسام دي ويه اسماءها ويه اشكالها هنبدأ نعرف يعني ايه نجوم واغلبنا طبعا عارف النجوم بنشوفها دايما في السماء هي والامر لكن ناس كتير ما تعرفش يعني ايه الكون ايه مفهوم الكواكب والكون ايه الحاجات دي هناخد كل ده النهاردة وهنعرف معلومات اكتر عن الاجسام دي تعالوا نبدأ مع بعض درس النهاردة بتعريف الكون ايه هو الكون الكون هو فضاء فسيح يوجد فيه ملايين النجوم عبارة عن مكان شاسع كبير جدا اكبر من اي مكان ممكن تتخيله اكبر من اي مكان واسع انت شفته الكون ايه كبير جدا شوفوا الكرة الارضية كبيرة قد ايه والبلاد كبيرة قد ايه الكون اكبر من الكرة الارضية بكتير جدا تمام يبقى الكون عبارة عن فضاء فسيح يوجد فيه ملايين النجوم النجوم اللي احنا بنشوفها الصغيرة دي في منها ملايين النجوم طيب ايه هي النجوم دي عبارة عن ايه عبارة عن اجسام مضيئة تشاع ضوء وحرارة ذات احجام مختلفة توجد فيه فراغ فسيح يسمى الفضاء يبقى النجوم دي عبارة عن اجسام الاجسام دي بتنور بتخرج طاقة بتخرج حرارة وضوء تمام الاجسام المضيئة اللي هي النجوم دي مش كلها قد بعضها لا دي مختلفة فيه منها الكبير جدا فيه اكبر فيه اصغر يبقى الاحجام بتاعتها ايه مختلفة تمام يبقى عرفنا يعني ايه الكون ويعني ايه النجوم طيب دلوقتي عايزين نعرف النجوم اللي احنا بنشوفها في السماء بالليل دي ايه الصفات اللي بتميز النجوم دي تعالوا مع بعض نركز ونبص كويس في شكل النجوم ونعرف النجوم دي بتتميز بايه او ايه الصفات اللي بتميزها اربع حاجات هنقولهم مع بعض اول حاجة عبارة عن اجسام مضيئة وده عرفنا من التعريف بتاعها ومن شكلها لما بنبص على النجوم اللي ايه بتنور بتلمع ايه كمان تشاع ضوء وحرارة زي الشمس لو وقفنا في مكان مشمس بنبدأ نحس بالدفق وبالحرارة يبقى النجوم بتشاع ايه ضوء وحرارة ايه كمان تبدو صغيرة يعني هي مش صغيرة زي ما احنا شايفينها كده لا بيقولك تبدو يعني كأنها صغيرة لكن في الحقيقة هي كبيرة جدا جدا الشمس اللي احنا شايفينها صغيرة دي اكبر من ايه اكبر من الارض بكتير تمام يبقى قولنا النجوم تبدو صغيرة لانها بعيدة عننا شايفينها صغيرة لكن هي في الحقيقة ايه كبيرة جدا ربع حاجة بتتميز بايه مختلفة الحجم وده واضح من الصورة دايما بنشوف النجوم احيانا نلاقي النجم عبارة عن النقطة كده صغيرة ونجمة تانية اللي احنا بنرسمها اللي لها ايه اشعة خارجة منها يبقى فيه نجوم صغيرة في اكبر منها في اكبر يعني احجامها مختلفة لكن مهما كان الحجم اللي احنا شايفينه وهي صحيح احجامها مختلفة بس هي اكبر بكتير من الحجم اللي احنا ايه شايفينه ده يبقى اللي احنا شايفينه مش دليل على حجمها لا احنا شايفين كده لانها بعيدة عننا ولكن العلماء لما بدأوا يستخدموا التوليسكوب ويشوفوا النجوم ويبدأوا يدرسوا ولقوا فعلا النجوم في الحقيقة كبيرة ولكن احجامها مختلفة في ايه في واحد اكبر من التاني تمام يبقى النجوم اللي احنا شايفينها في السماء ده بتبدو صغيرة لكن هي في الحقيقة اجسام عملاقة طيب احنا شايفينها صغيرة ليه لانها تقع بعيدة جدا ايه عنها طيب ايه الدليل على الكلام ده اللي يثبت لي فعلا ان النجوم دي كبيرة وان احنا بس شايفينها صغيرة لانها بعيدة تعالوا نقوم مع بعض بالنشاط ده عشان نثبت المفهوم بتاعنا ان الحاجة كلما تبعد عننا هنشوفها صغيرة لكن لما تكون قريبة مننا هنشوفها بحجمها الطبيعي هتبدأ تظهر ان هي كبيرة فعلا في النشاط بتاعنا ده مش هنحتاج نجيب ادوات ولا حاجة هيقول لك تأمل الصورتين هيجيب لك صورتين صورة ليه الطيارة وهي في المطار يعني وهي لسه وقفة على الارض جنب الانسان وصورة تانية وهي خلاص بعدت وطارت فين في السماء وعايزك تبص كويس على الصورتين وتركز يا طرق ايه الفرق بين الصورتين الطيارة دي نفس الطيارة لكن لما كانت على الارض لسه في المطار واحنا وقفين جنبها كده بنصورها كانت كبيرة جدا لما بدأت تطير وتبعد عننا ايه مسافات طويلة جدا وراحت في السماء وبعدت كلما تبعد نلاقيها تصغر تصغر لحد ممكن تبقى قد عقلة ايه الصباعة تبقى صغيرة جدا اللي خلت طيارة الكبيرة اللي عملاك بالنسبة لنا دي لما طارت وبعدت بقت صغيرة نفس الفكرة اللي قلتها لك النجوم احنا شايفينها صغيرة لانها بعيدة جدا عننا لكن في الحقيقة ايه هي كبيرة يبقى الطيارة وهي وقفة جنبنا شايفينها كبيرة لكن كلما تبعدها نلاقيها صغيرة لانها بعيدة ايه جدا عننا يبقى نقول الملاحظة بتاعت النشاط ده مع بعض الطائرة المحلقة في الجو تبدو صغيرة الحجم لانها بعيدة عننا لكن الطائرة على ارض المطار كبيرة الحجم لانها ايه قريبة مننا قريبة ايه مننا طيب ايه الاستنتاج بتاعنا ناستنتاج ايه من النشاط ده تبدو الاكسام صغيرة الحجم عندما ايه تكون بعيدة عننا يبقى فعلاد احنا كده تأكدنا ان المفهوم اللي احنا قلناه على النجوم صحيح فعلاً ان النجوم مهيش صغيرة زي ما احنا شايفينها هي كبيرة ولكن احنا شايفينها صغيرة لانها ايه بعيدة عننا يبقى الاجسام لما تكون بعيدة نشوفها صغيرة لما نقرب منها نشوفها بحجمها ايه الطبيعي تعالوا دلوقتي ندرس المجموعة الشمسية ونشوف ايه الاجسام الموجودة في المجموعة الشمسية ونبدأ نعرف الفرق ما بين النجوم والكواكب احنا عرفنا تعريف النجوم وعرفنا ان هي اجسام مضيئة فاضل الكواكب عايزين نعرف هل هي زي النجوم اجسام مضيئة وبيخرج منها ضوء وحرارة ولا هي مختلفة تعالوا نشوف مع بعض المجموعة الشمسية بيقول لي بتتكون من اربع انواع من الاجسام اربع انواع اول حاجة فيهم وقالك دي اكبرهم الشمس الشمس مالها نجم مشاعة بتخرج لنا ضوء وحرارة هندرس اجسام تانية برضو مختلف عنها هي الكواكب هنعرف دلوقتي يعني ايه كواكب وإيه اللي بيميزها عن النجوم هندرس كمان الاقمار وهنعرف ان الاقمار دي اجسام تابعة للكواكب يعني ايه تابعة يعني بتمشو وراها بتلف حواليها تمام ايه تاني هنتعرف على بعض الاقسام الفضائية الاخرى هو فيه اجسام تانية غير الشمس والكواكب والاقمار ايوة فيه هندرسها ولكن ايه في الفيديو القادم ان شاء الله طيب دلوقتي هنبدأ ناخد الشمس بما ان هي كبيرة هي ايه اكبر واحدة يبقى ندرسها الاول ايه هي الشمس هي نجب ولا كوكب طبعا انا قلت لك الشمس نجب ليه لان احنا لما عرفنا النجوم قلنا النجوم دي اجسام مضيقة تشاعد وحرارة من التعريف لما بصيت على الشمس الشمس مضيقة وبتخرج حرارة وهي مصدر الطاقة على سطح الارض يبقى اقدر اقول ان الشمس ايه نجم وانا متأكد مية في المية تمام يبقى الشمس ايه نجم اذا الشمس هي نجم مضيق يشاعد وحرارة وهو اقرب النجوم الينا اقرب النجوم لينا عشان كده بنشوفها اكبر من النجوم التانية النجوم احيانا بنشوفها شبه النقطة الصغيرة او اكبر شوية لكن الشمس بنشوفها كرس ايه مستدير اكبر شوية ده مش معناه ان هي اكبر من النجوم التانية لأ هي اقربهم لينا ولكن هي بالنسبة للمجموعة الشمسية هي اكبر جسم في المجموعة ايه الشمسية تمام يبقى الشمس هي ايه هي نجم مضيء يشاع ضوءا وحرارة وهو اقرب النجوم الينا طيب بتقع فين الشمس دي في مركز المجموعة الشمسية المجرة اللي احنا سكنين فيها ومن ضمنها كوكب الارض في منها مجموعة اسمها ايه المجموعة الشمسية ايه هي المجموعة الشمسية دي قلنا فيها شمس كواكب فيها اقمار تابعة للكواكب وفيها اجسام فضائية اخرى الشمس هي اللي موجودة فين موجودة في المركز يبقى اكيد الكواكب التانية والحاجات التانية ايه حواليها من الكبير من المركز هي الشمس عشان كده اسمها ايه اسمها المجموعة الشمسية ايه هي المجموعة الشمسية لسه ايلنها ايه بتتكون من اربع اجسام فيه منها انواع مختلفة واكبرهم هي الشمس وهي الموجودة في المركز طيب ايه تاني يدور حولها ثمانية كواكب في مدارات محددة الاجسام التانية اللي اسمها الكواكب بتدور حوالين الشمس الكبيرة دي اللي موجودة في المركز زي اللعبة اللي احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين نجيب واحدة نحطها وقفة في النص ونعمل دايرة حواليها ونلف حواليها ونقول لها فتح يا وردة وقفل يا وردة بس هم بقى مش بيعملوا كده هم لهم مدار محدد بيلفوا فيه ما ينفعش يقربوا من الشمس ولا يبعيدوا عنها ولو حصل كده ايه النظام هيختل والكون هيتدمر تمام يبقى دا مش هيحصل طول ايه طول الحياة الدنيا يبقى قلنا الشمس موجودة في المركز زي ما احنا بنجي نلعب واحدة تقف في النص ونعمل حواليها دايرة الكواكب بقى بتعمل ايه بتلف حوالين الشمس دي بتبدأ تدور حواليها ولكن كل كوكب بيمشي في طريق واخد سكة ايه ومدار محدد ليه ما ينفعش يقرب ويروح يمشي جنب الكوكب التاني لا هو ماشي في السكة بتاعته في المدار بتاعه بيلف فيه والكوكب التاني لمدار تاني وهكذا كل واحد ليه مدار مختلف وكل كوكب بيتميز بحاجة مختلفة عن الكوكب التاني تمام طيب تعالوا بقى دلوقتي نعرف الكواكب اللي احنا بنقول عليها دي اللي هي بتدور حوالين الشمس يطر عددها كام او ايه تعرفها تعالوا نتعرف عليها اكتر يبقى احنا درسنا ان في عندنا حاجة اسمها المجموعة الشمسية بتتكون من اربع انواع مختلفة من الاجسام اكبرهم والموجودة في السنتر او المركز اسمها الشمس تمام وقلنا ان الشمس نجم في اجسام تانية هي الكواكب بتدور حوالين الشمس دي ايه هي الكواكب هي اجسام معتمة تدور حول الشمس في مدارات محددة يعني ايه اجسام معتمة يعني عكس الشمس الشمس بتخرج ضوء وحرارة وهي اللي بتنور لكن الكواكب مش بتعمل كده الكواكب عبارة عن صخور ما بتخرجش لضوء ولا ايه ولا حرارة زي الارض اللي احنا سكنين عليها احنا ما اصلا نشوفنا خارج من قلب الارض نور ولا حرارة ولا اي حاجة الارض ايه معتمة وعشان كده لازم بالليل لازم بنبدأ نستخدم المصابيح ونبدأ ننور اللمبات عشان ننور يبقى ما ايه الارض والكواكب اللي زيها عبارة عن اجسام معتمة بتحتاج مصدر تاني للضوء والحرارة والمصدر الاساسي لها هو ايه الشمس الشمس هي اللي بتخرج الضوء وايه والحرارة يبقى تعالوا مع بعض نعرف تاني الكواكب هي اجسام معتمة تدور حول الشمس في مدارات محددة زي الصورة اللي قدامنا كل كوكب ماشي في مدار بتاعه ماينفعش يخرج او يتحرك سنتيمين ولا سنتي شمال بيفضل ايه ليه طريق محدد بيمشي فيه بس المدار اللي احنا شايفينه ده ماهوش حاجة مادية كده ملموسة نقدر نمسكها زي الكبري كده مثلا او زي السكة الحديد ولكن دي حاجة وهمية زي مثلا اقولك ايه خليك ماشي كده في خط مستقيم ما تروحش يمين ولا شمال فانت تفضل ماشي ماشي وما تتحركش لا تحرك لا يمين ولا شمال بتفضل تتحرك للامام بس يعني بتاخد طريق ايه محدد انت كده ايه ماشي في مدار ايه وهمي انا اللي لا لك عليه لكن في الحقيقة انا ما رسمت لكش او ما حطت لكش حاجة ايه تفضل ماشي عليها انا قلت لك وانت التزمت بالله انا قلت لك عليه وافضلت ايه ماشي يبقى المدارات دي عبارة عن ايه عبارة عن مدارات وهمية هي وكل كوكب سبحان الله عارف الطريق اللي بيمشي فيه والمدار المحدد بتاعه ما بيخرجش عنه ودي طبعا من كنرة وعظمة ربنا تمام طيب الكواكب دي عددها كام عددها تمن كواكب ايه هما عطارد وده اقرب كوكب للشمس ايه تاني اللي بعده ابعد شوية عن الشمس اسمه الزهرة بيليه الارض وبعدين المريخ والمشترى وزحل واورانس ونبتون يبقى احنا عدينا دلوقتي كام واحد تمن كواكب اقرب كوكب للشمس زي ما هو واضح في الصورة اصغر واحد فيهم اللي هو مين زي ما احنا شايفين في الصورة الصغير جدا ده اسمه عطارد طيب مين الابعد مين ابعد واحد عن الشمس اسمه ايه اسمه نبتون طيب اكبرهم مين الكبير في الكواكب ده المشترى يبقى الاكبر حجما هو المشترى ولكن بالرغم ان هو اكبر واحد فيهم لكن اقل مين اقل طبعا من حجم الشمس ليه لان احنا قلنا ان الشمس دي اكبر جسم فايه في المجموعة الشمسية يبقى هي اكبر من كل الكواكب طيب مين اكبر واحد في الكواكب المشترى طب مين اصغر واحد في الحجب عطارد ايه ده ده عطارد بيتميز بحاجتين ايوا بيتميز انه هو اقرب واحد للشمس واصغر واحد في ايه في الكواكب تمام الكواكب دول انا بقولك ان هم تمانية ولما عدتهم لك طلعوا فعلا تمانية لكن واحنا كنا صغيرين انا بالنسبة لي مثلا وانا كنت ادكه اخدت ان الكواكب تسع كواكب وكنا بناخد فيه كوكب اخر بعد نبتن اسمه ايه اسمه بلوتو لكن الكلام ده تغير من سنة 2006 تم عقد اجتماع من قبل الاتحال الفلكي الدولي حضروا كام عالم 2500 عالم فلك وقعدوا العلماء دول مع بعض وقرروا يومها ان هم يستبعدوا كوكب بلوتو من المجموعة الشمسية قال لك الكوكب ده ما ينفعش نقول عليه كوكب ده احنا ايه احنا شايفين ان هو صغير جدا لا يصلح ان احنا نطلق عليه ايه كوكب ليه ليه استبعدتوا بلوتو مع ان احنا كنا بندرس ان هو كوكب قال لك ده حجمه صغير اقل من خمسة حجم الارض يعني ايه يعني الارض اللي احنا عايشين عليها دي لو قسمناها لخمس قطع القطع لو قسمناها لخمسة يعني اخدنا الخمس يعني اخدنا قطع من خمس قطع هنلاقي ان حجم بلوتو اقل من الخمس ده اقل من القطع اللي احنا اخدناها دي يعني هو صغير ما ينفعش لكن احنا ممكن نسميه حاجة تانية ممكن نقول عليه كواكب احنا ممكن يكون ده ناتج عن انفجار احد الكواكب يعني ممكن يكون جزء من كوكب لكن ماينفعش نسمي ايه كوكب يبقى من يومها قرروا ان عدد الكواكب المعروفة لحد الان هما ايه تمان كواكب اللي احنا قلنا عليهم تعالوا نقولهم تاني بالترتيب من الاقرب للشمس الى الابعد نبدأ بعطارد وبعدين الزهرة ويليهم الارض اللي احنا عايشين عليها والمريخ وبعدين المشترى وزحل وقرانوس واخيرا مين نبتون تمام يبقى بنلاقي ان الارض او الكرة الارضية اللي احنا عايشين عليها بتحت المركز الرابع تصاعديا من حيث الحجم يعني ايه يعني احنا لو بنرتب بناءا عن البعد هنلاقي ان الارض موجودة في المركز التالت لكن لو بصينا للحجم يعني بدأنا نرتب من ايه تصاعديا من الصغير للكبير مين اللي هيكون اصغر واحد اصغر واحد عطارد وبعدين المريخ وبعدين الزهرة بيليهم مين بيليهم الارض يبقى قلنا ان الارض بتحتل للمركز الرابع تصاعديا من حيث ايه الحجم ومين الاكبر منها اكبر من الارض المشترى وزحل وقرانوس وايه ونبتون لكن الاصغر من الارض الزهرة والمريخ وعطارد يبقى لو جينا نرتب حسب الحجم هنلاقي انه عطارد اصغر واحد وبعدين المريخ اكبر منه شوية وبعدين الزهرة اكبر شوية والارض اكبر ايه منهم يبقى الارض المركز الرابع لو راتبنا تصاعديا من حيث الحجم طيب لو راتبنا تنازليا هتبقى المركز ايه المركز الخامس اذا عرفنا ان حجم كوكب الارض اللي احنا بنعيش عليه اكبر من حجم كوكب عطارد واكبر من الزهرة واكبر من المريخ اللي احنا بنسمي ايه الجار بتاع الارض عايزين نتعرف على حركة الكواكب دي احنا قلنا بس ان هي بتدور في مدارات محددة طيب عايزين نبدأ نعمل نشاط ونمثل الكلام ده عملي قدام عينينا عشان نشوف ازاي الكواكب بتدور حوالين الشمس هنحتاج ايه في النشاط ده هنحتاج ورقة بيضة واقلام من الفولوماستر وكرة بلاستيك كبيرة الحجم والكرة الكبيرة دي هتمثل ايه الشمس وبعدين هنجيب ثمان كرات مختلفة الحجم يعني اقل شوية من الشمس ولكن الثمانية ايه اخليهم مختلفين في الحجم طبعا ويكونوا منين من مادة البلاستيك ايضا ايه تاني هنحتاج سلك من الالومنيوم وقطع من ايه الصلصال ايه الخطوات اللي احنا هنعملها في النشاط هنجيب الكورة الكبيرة والكورات الصغيرة اللي احنا قلنا هنجيبهم باحكام مختلفة ونبدأ نلون ايه نبدأ نلون الكورات بالوان مختلفة ندي لكل كورة لون مختلف ايه تاني هنثبت الكورة الكبيرة اللي احنا قلنا هتمثل الشمس في منتصف الورقة في نص الورقة احط الكورة الكبيرة واثبتها تالت حاجة هجيب اسلاك وابدأ اعمل ايه دواير ودخل كل كورة في السلك ابدأ ادخل السلك جوه الكورة ومرره لحد ما اعمل ايه دواير بالسلك حوالين الكورة الكبيرة بحيث ان كل سلك ادخل جوه كورة واحدة تمام ايه تاني هثبت الدواير بتاعة السلك حوالين الكورة الكبيرة باستخدام الصلصال عشان اخليهم ايه يقفوا في مكانهم يبقى المدارات اللي هي الاسلاك دي محركهاش رقم ستة هبدأ احرك الكورات جوه السلك حوالين الكورة الكبيرة يبقى انا عملت مجسم او يعني ايه مبسط حاجة فكرة مبسطة لفكرة المجموعة الشمسية ان عند الكورة الكبيرة بتمثل الشمس والكورات الصغيرة دي الكواكب والاسلاك اللي انا دخلتها جوه الكورات دي عبارة عن المدارات اللي بيمشوا فيها ولكن في الحقيقة هو مفيش فيه طريق او سكة حديد كده او مدار المدارات دي مدارات تخيلية او وهمية احنا بنرسمها لك او بنعملها لك كده عشان تبدأ تثبت بس ايه المعلومة او تبدأ تفهم اكتر ان الكواكب كل كوكب ليه طريق محدد ماينفعش يخرج عنه ولكن مفيش سلك او مفيش حاجة كده هو ماشي ايه فيها هو عارف طريقه ماشي فيه من غير ما حد يحدد له سبحان الله هو ربنا خلق الكون بنظام وكل جسم عارف الحركة بتاعته مبينفعش ايه يغير حركته يبقى احنا قلنا ان المدارات او الحاجات اللي ماشي فيها دي مدارات تخيلية او وهمية طيب تعالوا نشوف الملاحظة نقول ايه في الملاحظة الملاحظة كل كرة تدور في مدار محدد حول الكرة ايه الكبيرة كل كرة هتمشي في مدار محدد مش هتخرج عنه نستنتج ايه من النشاط ده ان حركة الكرات في السلك حول الكرة الكبيرة تشبه حركة الكواكب في مدارات حول الشمس الكواكب تدور حول الشمس في مدارات محددة قلنا ان هي ماشية في مدار ما بتخرجش عنه لا بتبعد معنى الشمس ولا بتقرب ولا بتتحرك تروح نحي كوكب تاني الكواكب دي كلها مميزة عن بعضها يعني مش كلهم زي بعض والدليل ان احنا عايشين على كوكب الارض ولو فكرنا نروح لكوكب تاني مش هنقدر نعيش مش هنلاقي اسباب الحياة على اي كوكب تاني ربنا خلى الارض او الكرة الارضية اللي احنا عايشين عليها مهيئة للحياة يبقى خلاها مميزة عن الكواكب التانية طيب هل الكواكب التانية مش مميزة؟ لا سبحان الله كل كوكب مميز زي بالضبط الاشخاص الاشخاص بنلاقي كل انسان مميز بحاجة معينة برضو الكواكب كده تعالوا نستعرض مع بعض ونشوف ايه اهم الحاجات اللي بتميز كل كوكب او العلماء لمسوا ايه من الصفات في كل كوكب او الكوكب عندنا هو كوكب عطارد ايه اللي بيميزه؟ بيتميز بحاجتين اقرب كوكب للشمس وايه كمان؟ اصغر الكواكب حجما الصغير بتاعهم ايه تاني؟ كوكب الظهرة من اسمه بيقولك ده اجمل الكواكب وجار الارض دايما العلماء لما بيجي يرصدوه بالتليسكوب بيلاقوا شكله روعة جميل عشان كده سموه اجمل الكواكب وايه تاني؟ وبنقول عليه كمان ان هو جار الارض لان هو القريب من الارض احنا ما جينا رتبنا قولنا انه عطارد بعد الظهرة وبعدي الارض يعني الارض موجود ما بين الظهرة وما بين المريخ يبقى الارض ليه ايه؟ لجارين ايه تاني؟ كوكب الارض وده الكوكب اللي احنا عايشين عليه ويسمى بالكوكب المائي ليه بنطلق على كوكب الارض الكوكب المائي؟ لان الماء يشغل ايه؟ معظمه الماء موجود في ايه؟ بنسب كبيرة جدا بيشكل حوالي سبعين في المية من مساحة كوكب الارض المحيطات والبحار والانهار مساحتها كبيرة اكبر من مساحة الكرات او الارض اللي احنا ايه؟ اليابسة اللي احنا بنمشى عليها عشان كده بيسموا ايه؟ الكوكب المائي وده طبعا من نعمة ربنا علينا لان الماء احنا عارفين ان هو ايه؟ سر الحياة ما نقدرش نعيش من غير مية بنعتمد عليها في كل حياتنا في الشرب وفي الغذاء وفي الزراع وفي كل حاجة وفي النظافة وفي كل شيء بنعتمد على ايه؟ المية يبقى الماء اساس الحياة وعشان كده نثبته كبيرة جدا على كوكب ايه؟ الارض مش هنلاقي المية دي في كواكب تانية طيب المريخ بيتميز بايه؟ كوكب المريخ برضو بيقول عليه جار الارض ويسمى بالكوكب الاحمر ليه بلونه احمر؟ ليه بيسموه بالكوكب الاحمر؟ لان موجود عليه معدن الحديد في الصخور بتاعته يبقى الصخور اللي بتكون كوكب الارض موجود فيها معدن الحديد بنسبة كتيرة وعارفين ان الحديد ده ليه مركبات عديدة ومن ضمنها مركب بيكون مميز بلونه الاحمر عشان كده بنسمي كوكب المريخ بالكوكب الاحمر ليه؟ لو سألني وقال لي علل هقول له لوجود معدن الحديد في ايه؟ في الصخور المكونة لكوكب المريخ يبقى احنا قلنا ان الارض ده الكوكب اللي بنعاش عليه ليه جارين الزهر قبليه والمريخ ايه؟ بعديه يعني ابعد شوية ابعد منه عن ايه؟ عن الشمس رقم خمسة كوكب مين؟ كوكب المشترة وطبعا قلتلك هو بيتميز بايه؟ قلتلك ان هو اضخم الكواكب واقبرها حجما وايه الجديد؟ الجديد ان هو بيسمى بالكوكب العملاق لانه كبير جدا بالنسبة للكواكب ايه؟ التانية ايه تاني؟ رقم ستة كوكب زحل توجد حوله حلقات ملونة ايه تاني؟ كوكب اورانوس بيسموه الكوكب البارد لانه طبعا بعيدة عن الشمس وكلما بنبعد عن الشمس الحرارة بتبدأ تقل يعني الكواكب بتبدأ تتجمد ويبقى ايه؟ كواكب بردة جدا رقم تمانية الكوكب الاخير وده ابعد كوكب عن الشمس هو ايه؟ كوكب نبتون بيسمى بالكوكب الازرق وهو ابعد الكواكب ايه؟ عن الشمس كده خلصنا الفيديو يا شطار ما تنسوش؟ لازم نفهم الدرس ده كويس ونراجع على التعريفات ايه التعريفات اللي اخدناها النهاردة؟ اخدنا تعريف الكون وتعريف النجوم وتعريف الكواكب والشمس وعرفنا الفرق ما بين النجوم وما بين الكواكب وعرفنا ان المجموعة الشمسية بتتكون من اربع اجسام يبقى ايه الاجسام اللي بتكون المجموعة الشمسية؟ اربعة اولهم الشمس لانها كبيرة فبنحترمها بنقولها الاول وبعدين الكواكب لانها عاملها دايرة حوالين ايه؟ حوالين مين حوالين الشمس بالدور حواليها ولكن هي مش جنب بعضها لا ده كل كوكب لي مضار او طريق محدد بيمشي فيه ما ينفعش يغير طريقه تمام ايه تاني اخدناه لسه فضلنا حكتين دول هناخدهم الفيديو القادم ان شاء الله وهنخلص الدرس المرة الجاية لكن طبعا قبل ما هنختم هقولك على واجب تفكر فيه ونحله في بداية الفيديو ايه القادم ايه هو اول حاجة بيقول لي يعلل تبدو لنا النجوم في السماء صغيرة الحاج ليه احنا قلنا اثناء الشرع ليه النجوم شكلها صغير هل هي صغيرة فعلا كده في الحقيقة لا طب ليه احنا شايفينها صغيرة هأكد عليك الاجابة ايه المرة الجاية مع ان انا متأكدة ان انتوا هتعرفوا ايه الاجابة لما تركزوا كويس في الدرس رقم اتنين تعتبر الشمس نجما ليه الشمس بنقول عليها ان هي نجب وما بنقولش عليها ان هي كوكب مع انها ايه موجودة في المجموعة الشمسية وبيدور حواليها كواكب ليه ما بنقولش عليها كوكب زيهم برضو التلاك الاجابة الاجابة لو فهمت الفرق ما بين النجوم والكواكب هتقدر تجاوب تمام رقم ثلاثة تبدو الشمس اكبر حجما من باقي النجوم التي نراها في السماء ليه الشمس شكلها كبيرة عن بقية النجوم رقم اربعة تعتبر الارض كوكبا ليه الارض كوكب هنعرف الاجابة في الفيديو القادم ان شاء الله لما نراجع على الواجب ولكن انت تقدر تجاوب لان انت ايه سمعت الكلام ده كله والشرح ده اثناء الفيديو تمام اخيرا استودعكم الله ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكو وتضغطوا على سابسكراب للاشتراك لو لسه ما اشتركتوش في القناة وشير للفيديو واخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي اشتركوا في القناة